اختراعات عاجزة عن تفسيرها الفيزياء شاهد الابتكارات التي تحدث العلم يعرف العلم تطوراً كبيراً وسريعاً في الآن نفسه فكل يوم تسجل براءات اختراع جديدة تيسر الحياة اليومية للإنسان وتستمر التطورات المذهلة التي تعرفها العلوم انطلاقاً من المعدات المدمجة الصغيرة وصولاً إلى الآلات الضخمة والروائع الفريدة في عالم الهندسة لكن هناك كذلك الاختراعات ما يبرهن على أصالة الإبداع البشري بكسر حواجز المنطق تابع معنا هذه الاختراعات التي حيرت علماء الفيزياء المركز الخامس يتعلق الأمر بشكل هندسي ثلاثي الأبعاد بنقطة توازن واحدة مستقرة ونقطة أخرى للتوازن غير مستقرة وهو بذلك شكل متجانس ومحدب لا يهم أبداً كيف ستتركه فهو سيعود لنفس الوضعية هذا الشكل ليس الوحيد الذي يتوفر على هذه الميزة فالجومباك يحاكي مهارة الحيوانات التي تحمل ضرقة فوق ظهرها كالسلحفاء والخنفساء في إيجاد مركز ثقل لها لقد تم هذا الاختراع من طرف أستاذ للميكانيكا يدعى كريسي بجامعة يبودابست يدعى دوموكوس جيبر بتعاون مع طالب عنده فاركوني بيتر معتمدان في ذلك على الهندسة الخاصة بالضرقات وكذا المهارة التي تتمتع بها بعض الحيوانات كالسلحفاء والخنفساء للرجوع إلى الخلف في حالة الدوران بطريقة خطأ المركز الرابع ريتل باك هذه الأداء الصلبة والتي تتكون من قطعة واحدة وذات شكل بسيط تدور بطريقة مميزة حيث تعكس جهة الدوران المفضلة كيف ذلك؟ شاهد معنا إذا أردتها في هذا الاتجاه ستقوم بالدوران في ذلك المنحنة ولكن عندما تتوقف سنديرها في الاتجاه المعاكس هذه المرة لنلاحظ ما الذي سيحدث ستستمر بالدوران إلى أن تتوقف ثم تستأنف الدوران في الاتجاه الأصلي وتتخذ هذه الأداء شكلا شبه بيضوي المركز الثالث وترغو أبهل الماء الذي يسقط إلى أعلى يتعلق الأمر باختراع فريد من نوعه حيث يخلف صورة خداعة تبين أن الماء يرتفع في المنحنة المعاكس ويتم خلق هذا الوهم نظرا لكون المياه تصعد للأعلى وتعود من جديد بفضل تيار مستمر يغلق في كل مرة أما آلية عمله فتتجلى في ضخ المياه في الجزء السفلي ليخرج عبر فتحة بالجزء العلوي وفي هذه الفتحة هناك كمية من الماء تتحول إلى أسفل المنحدر لتغطي الزجاجة بطبقة رقيقة من الماء هذا من جهة من جهة يتم دخل هواء المضغوط من حيث يدخل الماء وهو ما يخلق فقعات تسافر بعد ذلك تحت المنحدر إلى أن تصل للفتحة هذه الفقعات إضافة إلى الطبقة الرقيقة من الماء في الأسفل هي التي تجعلنا نعتقد أن سطح المنحدر ليس فقط غطاء زجاجيا بل ماء يصعد لأعلى كما تظهر تلك الصور المركز الثاني وانواي بوليت بروف غلاس يتجلى الزجاج الباليستي في اتحاد لعدة صفائح زجاجية تختلف من حيث السمك ويتم جمعها عن طريق غطاء وسيط والراتينغ والصمغ الذي يتم تفعيله عبر الأشعة فوق البنفسجية لقد أطلق عليه اسم زجاج الأمان وما هذا إلا نوع من بين أنواع أخرى توجد في الأسواق لكن ليس كل أنواع الزجاج الأمان تكون مدرعة ومصفحة كما يمكن إخضاعها لاختبار الصوت وحرارة الشمس لمعرفة الأمر هذه الصفيحة تمنح للزجاج حماية إضافية من الكسور لأن مهما حدثت شقوق في الأجزاء تبقى هذه الأخيرة مثبتة وملتصقة بالصفيحة فمثلا نجد أن الزجاج الأمامي للسيارة أو الزجاج المضاد للصرقة عادة ما تكون مصنوعة من هذا النوع من الزجاج وأخيرا المركز الأول ستارلايت قام حلاق من بريطانيا باختراع نوع من البلاستيك بمواد كيميائية منزلية وهو قادر على تحمل أعلى درجات الحرارة دون أن يتفاعل أو يتغير شكله فبعد إخضاعه لاختبار النار اكتشف أنه عازل ممتاز ورغم أن المكونات التي تدخل في صناعته بسيطة إلا أن وورد موريس لم يكشف عن المكونات والطريقة بالضبط ولعله كان ليشكل ثورة حقيقية في وسط صناعة الطائرات علاوة على الكثير من المجالات التي نحتاجها في حياتنا اليومية لكن الغريب أنه اختفى ويبقى السبب مجهولا ربما تم التخلص منه أو لعل الشركات الصناعية لا ترغب في وجوده بالأسواق إن استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لذا قنوات هل تعلم